هذي منطقة بروسية اسمها اوياميا كون هاي تأثبر من الاماكن الاشد برودة المأهولة بالسكان في هشد منها لكن ما باسكان هذي يقول يوم دفع اليوم الجود دافي كم درجة حرارة يا خلايف قال ثلاثة وخمسين تحت الصفر عوذ بالله شلون هاي ش انت يا بلية فقام يورينا يعني بعض حياتها اليومية وروتين حياته يقول اول شيء واهم شيء لازو يحطونها بالاعتبار يقول دورات المياه عزكم الله ما في دورات المياه داخل البيوت اكيد تساولك سالف عقب تاجمي تبوسطها البيت عندك يا مره هذي يعني عزكم الله هالمجاري ما فيه سألناه وشلون يا ولد تقضون حاجتكم استحقل اترك هذي المسألة لخيالك الواسع قلنا زين ما يخالف الملابس يقول لازم ملابس مخصصة كلها شتوية ام دار فلت خبر كلها صوف وهذا لا يقل عن 16 قطعة تلبس انو خشمك لازم ما يبرد واحذر انك تمسح خشمك حالي يعني لمس خفيف لانك يقول ما ادري بما تجمد وتحسبه وتمسح خشمك ينكسر ايو والله ينكسر يقول يعني هنا هيك عن انك تتحسس بعض عضائك الثاني عقب تكسر يا مره هذي هذي فاودك السيارات يقول لازم تدفع يحطون السيارات المكان دافي عشان يشغلونها واذا اشتغلت السيارة لازم ما تطفيها تحتاجها السيارة وما هي بس سهل انك تشغلها بسرعة ويقول واجد من الاجهزة الالكترونية التعطل يعني ما تتحمل درجة البرودة هذي تفتح فمها الجوال فاتح انثمها ما يتحرك من شدة هالبرد الخضارة والفواكه تصير ثقل حجرة يعني تصير ثقل مطرقة يترقبها المسمار هذي ما هي سالفة عصير الليمون بالنعناع ما هي لحية نعناع